موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في العام أنتم خير وعيدكم مبارك وتقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال الله سبحانه وتعالى يدعينا هذا العيد إن شاء الله الخير والفرح في هذا اليوم في أول يوم العيد بفترة السعيد نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يقبل دعواتنا وعبادتنا في هذا الشهر الكريم شهر رمضان مبارك ضيفنا وضيفكم في أول يوم العيد وخلنا سلام وخالدي باب السلام عيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم إن شاء الله عايدين وفايزين إن شاء الله الله يسلم والسلام في بداية أول يوم العيد حدثنا عن الفرح واستقبال الفرح وأهمية ترحام في هذه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى خيرة خلق الله أولا دائما أفراحكم إن شاء الله أفراح المسلمين هي سعادة وهي السعادة الحقيقية الفرح حقيقة لا بد أن يتجلى على حقيقته ولذلك رب العالمين لما ختمت يعني ما يتعلق بهذا الموسم الكريم الوافد العظيم شهر رمضان يعني هو قول الله سبحانه وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ الثانية وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ التكبير أيام العيد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ولذلك هو تمام الشكر لله عز وجل في مثل هذه الأيام الفضيلة أيام العياد ومواسم العياد بشكلها نعم زيني بواب السلام الآن في العيد هذا شوء الواحد يفرح يظهر مظاهر الفرح شوء يتواصل شوء يظهر هذه المظاهر وستهرحان في هذه الأيام العيد الأصل فيه هو السعادة والفرح ولذلك كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب سعادة ترى الإنسان حقيقة يعني يفترض فيه أنه يكون تمام الحرص على مثل هذه السعادة التي نتكلم عنها لاحظ حقيقة وهي ملحوظة موجودة عند الله البعض حقيقة ينكد ينكد على نفسه وينكد على من حوله حتى في أيام العياد هي رسالة رسالة لضد الفرحة وضد السعادة ندعوهم إلى أن يعني يحيون معاني الفرح والسعادة وهي كما قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة يوم فطره سواء كان في لحظة المغرب لما يفطر أو يعني في يوم العيد لحظة في يوم فطره ولحظة عند لقاء ربعه الله سبحانه الله نعم زبع بالسلام في هذه الأيام المباركة أيام عيد الفطر السعيد الواحد شنو عليه واجبات يقوم فيها في هذه الأيام تجاه قسرته أهل المحيطين فيه حقيقة في أيام العياد يحرص على نفسه وعلى أسرته نعم أنا بالذات حقيقة أركز على مثل المعنى ومثل المفهوم هذا ومثل هذه القنواتكم الطيبة ولعل المستمعين ومستمعات عموما يستمعون مثل هذا الكلام التفت إلى أسرتك في أيام العياد والأسرة نقصد فيها الأسرة الصغيرة أو الكبيرة الأسرة الصغيرة أقرب ما يكون لك أولادك وأحفادك وكل ما يتعلق بهم والأسرة الكبيرة هي الرحم الأكبر التزاور والتواصل في أيام العياد الحرص على البسمة إن كان هناك بعض أمور اجتماعية خلاف ذلك من بعض عداوات ومن بعض مشكلات فرصة مناسبة لعل مثل هذه اللقاءات التي تكون في أيام العياد الإنسان يصلح نفسه ويصلح من حوله وهي البهجة نصل في النهاية إلى البهجة كما قالها محمد صلى الله عليه وسلم حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة الله هذا الفسحة الرسالة بأصلها نعم هذه رسالة الدين والإسلام كان يجعل نفسه على ويصعد الحميراء رضي الله عنه زوجته عائشة قال أشبعتي أخلصت نهمتك كانت تنظر إلى الأحباش يلعبون في هذه أيام العياد هذه الأيام العياد وسعوا على أنفسكم يا جماعة وهذه الرسالة الجميع الإنسان يتوسع في مثل هذه الأيام في البهجة وفي الفراح والسرور ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني يديم الأفراح على يعني هذا البلد المعطى وعلى عموم بلدان المسلمين بشكل عام آمين يا رب العالمين وفعلا ظهار البهجة في هذه الأيام جدا مهمة أعزائي المشاهدين خلنا أرطى معكم في هذا الفاصل ونعود بإذن الله تعالى أعزائي المشاهدين كان حديثنا خلال أول يوم فضر السعيد عن البهجة وإظهار الفرح وكما تكلم أخونا الأستاذ سالم خالدي عن هذا الموضوع وأهمية إظهار البهجة في هذا اليوم وإظهار الفرح وهو من الدين ومن شعار الإسلام أن تظهر البهجة والفرح وتوسع نفسك وعلى محيطك وعلى أسرتك في هذا اليوم لأنها من معالم الإسلام من شعار الإسلام أستاذ سالم إذن إذا بتكلم عن هذا اليوم أيام العيد ونعيش في هذه الفرحة هل هناك سلوكيات يجب أن يقوم فيها تجاه يعني والديني تجاه أسرتي أنا كشاب ما هي واجبات الشاب والشابات تجاه والدينهم تجاه أسرتهم في هذه الأيام حقيقة هذا سؤال جدا مهم وبذلك فليفرحوا مطلوب ترى بالإنسان الفرحة والبهجة ومثل ما قلنا الحرص على ما يتعلق من أرحامه وأسرته وعلى مثل هذا الأمر نذكر ونأكد بشكل عام على الآداب العام حتى بالفرح الفرح ترى حرية الإنسان تقف هذه الحرية عندما تبتدع حرية الآخرين لا تتعدى على حرية الآخرين من حقك أن يكون لك مود معين ومزاج معين في الفرح لكن ما يخالف لا تتعدى على حريات الآخرين وعلى فرح الآخرين وعلى أيضا هذه يسمونها بين قوسين بالآداب العامة نحرص تمام الحرص وهي دعوة حقيقة للشباب والشابات لا مانا هذه أيام عياد وأيام فرح وسرور لكن في نفس الوقت نحرص على مثل هذا المعنى اللي قاعد نتكلم عليه الوالدين بالذات لهم يعني آداب معينة وأمور معينة أول ما نبتدع نحن على والدين على الصورتين وعلى المثلين سواء في أحيائهم أو في أمواتهم يعني بعض الأسار وبعض الموجودين نسأل الله سبحانه وتعلم يمتعهم يعني بالحياة والفرح والسرور والبعض الآخر اللي انتقل الرفيق الأعلى دعاء دعاء كثير يحرص على زيارة المقضرة وكما يسعى مثل هذا زوروا زوروا موتاكم ما في مانع لكن دعاء دعاءك أينما كنت أينما كنت يصل مثل هذا الدعاء مثل هذا الأمر إلى الوالدين حتى في أيام الفرح ما ننسى نحن يمكن لعل مرة علينا قبل فترة يسيرة المجتمع الدولي يتذكر الوالدة الوالدة الأم بالذات في يوم 21 مارس نحن كل يوم 21 مارس كل يوم عندنا كمسيب حقا لما نعطيها يوم واحد ونترك 364 يوم نبخسنا نعم هو البغل لكن في شريعتنا وفي آدام الإنسان يتذكر والدتها في كل يوم لطالما نرى حقيقة الكثير اللي يجعل يد أمه الحانية حتى في وسائل الهاتف والتلفوه وكأنه يقبل هذه اليد ويحرص عليها هي رسالة يعني هذا الامتداد من جيل إلى جيل اليد الحانية اللي ما قصرت حقيقة في حسن التربية عشرات السنين ما نتكلم عن سنة سنتين عشرات السنين ومن بعد ذلك يعني الاستمرار في حسن العلاقة مع الوالدين بالذات نعم زاك الله خير باب السلام يعني فعلا التوجيهات خاصة حرص أن الواحد يكون حرص على والدين في الاستمرار في طاعتهم وتعبد في الله فيهم أو الدعاء لهم إذا كانوا يعني انتظر رحمة الله تعالى هذا من شعار من مظاهر الفرح وذكر والدين يعني النساء الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صيامنا وغيامنا وأن يكون عيدنا هذا عيد فرح وسرور ويديم علينا البهجة وسرور في بطننا الحبيب إن شاء الله تعالى كان هذا حديثنا لهذا اليوم أعزاء المشاهدين أنا ملتغي معكم في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة